مئتين وسبعة وخمسين مليون دولار وليس كما وعد السيد السوداني وأن سعر الصرف حوالي مئة وخمسين وأننا الآن اليوم دخلنا الأسبوع رقم اثنين وسبعين على وعده للعراقيين بأنه سيعيد الأموال المنهوبة في سرقة القرن إلى خزينة الدولة خلال أسبوعين فقط نعم سيدة الكريمة يعني الحديث عن عودة أو احتمالية عودة السيد مقتدى الصدر للعملية السياسية لا يتحدث به إلا الإطاريون وإذا تلاحظين يعني إذا نتتبع يعني أوقات أو توقيتات كلامهم بهذا الصدد اللاحظ أنهم يتحدثون بذلك كلما بان فشلهم في إدارة الدولة وكلما اشتدت الخلافات فيما بينهم نلاحظ أنهم يتحدثون عن موضوع عودة السيد مقتدى الصدر إلى العملية السياسية وكأن عودة الصدر ستنتشلهم من فشلهم وستنهي انشقاقاتهم ومشاكلهم وخلافاتهم لكن نحن نعرض جيدا أن السيد الصدر أذكى من أن يكون أداة بيد هؤلاء الفاشلون والفاسدون لذلك هو لا يعطيهم هذه الفرصة بأي شكل من الأشكال وأنا يعني حسب معلوماتي وحسب تصوري ليس هناك في وارد السيد مقتدى الصدر أن يعود إلى العملية السياسية بالمستوى المنظور لأنه عندما انسحب منها لم ينسحب مزاجيا لم ينسحب بمزاجه أو بعواطفه وإنما لأنه يحمل مشروع هذا المشروع وقتها فشل في تنفيذه انسحب من العملية السياسية ليس من المعقول أنه يعود اليوم يقرر العودة إلى العملية السياسية وما زال المشروع لم يطبخ بشكل كامل وواضح عند الأغلبية المطلقة من الأراقيين لدعمه وإسناده وبالتالي لإنجاحه هذه المرة وعدم تكرار تجربة الفشل السابقة نعم طيب أستاذ نزار يعني برأيك لماذا أيقنا الإطار التنسيقي وبعد سنة ونصفا من انسحاب تيار الصدري من العملية السياسية أن الشراكة مع التيار الصدري هي الضمان الأكبر للبقاء في السلطة يعني واضح جدا أن العملية السياسية كلها اختلت منذ أن انسحب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية على اعتبار أن التيار الصدري أولا يشكل الوزن الأثقل في المكون الشيعي بل حتى في المكونات العامة يعني في العملية السياسية بشكل عام سواء كان من ناحية العدد من ناحية الأنضباط من ناحية التأثير من ناحية يعني من كل النواحي لذلك الإطار ظن أن بإمكانه أن يستفرد في إدارة العملية السياسية حتى من دون وجود التيار لكن اليوم تبين بشكل واضح أن هذه العملية لا يمكن أن تكتمل أركانها إلا بوجود التيار لذلك تلاحظين سيدة الكريمة على الرغم من كل ما بدله الإطار خلال السنة ونص الماضية في الإعلام في محاولة للتضليل والنفخ بإنجازاته وبنجاحاته لكن اليوم واضح جدا أن العملية السياسية تمر في أضعف مراحلها يعني اليوم الخلاف بين الإقليم والمركز في أوجه الخلاف الكردي الكردي الخلاف الشيح السيحي الخلاف السن السني مجلس النواب برئيس مجلس موازنة ماكو أربع خمس محافظات لحد الآن لم تتشكل فيها الحكومات المحلية الإدارات المحلية بسبب الخلافات يعني قضايا كثيرة جدا حقا الدولار لم يتم السيطرة عليه مقدار ما يبيعه البنق المركزي يوميا في تصاعد وهذا كل خلاف ما وعد به سواء كان الإطار أو حكومة الإطار وحكومة السيد السوداني لذلك اليوم الكل يعني يلمس هذا الفشل ويلمس هذا الفشل بدرجة كبيرة فيحاولون أن يتستروا بالتيار لتحميل الآخرين هذا سبب هذا الفشل وسبب هذا الفساد طيب أستاذ نزار سأبقى وإياك تحدث في ذات الملف يعني جميع أطراف الإطار التنسيقي تحاول كسب ود التيار الصدري وتحاول أيضا التحالف معه في حال قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة لكن هل يحاول جزء من الإطار التنسيقي القفز من سفينة تحالف إدارة الدولة الغارقة بالمشاكل سيدة الكريمة هو في المرة الماضية حقيقة سعت بعض العناوين داخل الإطار أن تقفز من الزورق كما يقال قبل أن يغرق لكن نحن نعرف جيدا أن الضغوط التي مارستها جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران هي التي حالت دون فعل ذلك وكلنا نتذكر أن السيد مقتدر صدر وقتها اجتمع برئيس تيار الحكمة بزعيم الفتح بآخرين وأقنعهم وأقنعهم بوجوب الالتحاق بالتيار على اعتباره حصد على أغلب المقاعد في الانتخابات وبالتالي بالإمكان مشاركته لتشكيل الحكومة القادمة على قاعدة أغلبية وأقلية أغلبية برلمانية وأقلية برلمانية لكن كما قلت الضغوطات التي مورست من الجارة الشرقية هي التي خربت كل يعني لتقريب وجهات النظر وبالتالي خربت المشروع الإصلاحي ومشروع الانتقال من المحاصص المقيتة التي يعاني منها العراق بشكل كبير اليوم إلى مشروع الأغلبية والأقلية يعني أغلبية شكل حكومة وأقلية تذهب إلى المعارضة للبدء بصفحة جديدة من صفحات العملية السياسية من أجل تطويرها وتحسينها لكن للأسف الشديد فإن تلك الزعامات وخاصة ما ذكرتها ما ذكرتها بالاسم يبدو لي أنها كانت أضعف من أن تقدم مصلحة العراق على مصلحة الجيران أو على مصلحة الغرباء المترجم للقناة